بسم الله الرحمن الرحيم، الله عطيكم العافية، واليوم رح نحكي عن موضوع من أساسيات التداخلات الجراحية يعتبر ألف بقى الجراحة فوق الخيمة هو التداخل الجناحي الحقيقة التداخل الجناحي يعني بدنا نقول هو يدوء رجله للجراح الأساسي فوق الخيمة مثل ما الريتروسيجمويد أبروتش هو الأساسي بالنسبة للجراح بالبستيريا فوسا فرح نحاول نغطي بعض المواضيع اللي إن شاء الله تكون يعني بإذن الله تكون مفيدة ونسمع ملاحظاتكم وآراءكم عليا فبالنسبة للتداخل الجناحي يعني هو الاسم تريون جاي الجناح من يعني إله عند الروم أو الغريق القدامى كان يحط نوع من الأجنحة على الكعبين وحتى على الرأس كرمز إله يعني التصاق الجناح كان على الجمجمي بمكان العظم الجناحي تماما العظم الوتادي فهذا كلاهن يعني نوعا ما يفكروا أنه يعني يسموا هذا التداخل تداخل الجناحي أو باللعب التداخل الجناحي والتريونال الصوت كوي اسمه هيك بدون مغرفون إيه معلم ما في أي تشويش تفضل تمام هلأ بالنسبة للتداخل الجنيحي هو عبارة عن تداخل جبهة صدغة مع العظم الوتادي معروف قديما ولكن طوروا البروفيسور يازرقيل اللي هو يبلش من 67 الجراحة العصبية المجهرية باستعمال المجهر بال70 كان مطور المدخل وحكى بعض التفاصيل على إجراء التداخل الجنيحي هو عبارة عن فتح الجمجمي من ناحية الأمامية والوحشية للدخول لقاعدة الجمجمي رح يمر بعدة عظام مثل ما رح نشوف هو عبارة عن هرم أو بنقول رأس الهرم مقلوب يعني رأس الهرم في الداخل اللي هو عند الناتق السريرة الأمامية العلوية وقاعدة الهرم هي السطح الخارجي العظمي فعبارة عنها الجناح الوتدي الكبير اللي هو بشكل الغطاء الخارجي وعنها الجناح الوتدي الصغير اللي هو بشكل أرضية القحف أو الأرضية الحفرة الأمامية طلاقيهم بتلاقوا بالناحية الأنسية عند الشقة الحجاجة بيفترقوا شوي لا يشكلوا الشقة الحجاجة وبعدها بينتهوا عند السقب البصري وعند الناتق السريرة نحن هون رح نحاول نربط يعني المعلومات الجراح التشريحية مع التداخل الجراحي ورح أنا حاول يعني يركز المعلومات شو فائدة هذا التداخل الجراحي وشو المناطق اللي بيكشف لنا وإمارة نحن نحتاجه متل ما قلت أنا نحن عنا العظم الوتدي بشكل أساسي الجناح الكبير وجناح الصغير الجناح الكبير بيتمادى بالوحشة اللي هو هون بالأصفر ليغطي القسم الخارجي من الجناح الصغير هو اللي هو اللي بنعمله هو اللي بنعمله هو اللي بنستعمل الحفارة عليه لحتى نزغر هال الهرم العظمي ونوصل للناتق السريرة الأمامي فهذا هو البتريون وهذا هون عنا التداخل اللي نحن منقوم فيه بدي أحكي نقطة يعني محور أول هو وضعية المريض بالنسبة لو وضعية المريض بالبتريون الأبروش بتختلف تدوير الرأس إلى الخط الناصف أو إلى الوحشة بالعكس يعني إلى الأنسة أو الوحشة بيختلف حسب الآفل اللي نحن رح ندخل عليها فإذا كنا نحن على أقرب للأنتر هيمس فيك فشر يعني بدنا نداخل على العصب العصب البصري والمسافي بين العصبين البصريين أو مثلا الشرياء الوصالي الأمامي فبيكون الرأس يعني من ميلو نحن إلى الوحشة أكتار وبالتالي من بعد مثل ما أنا شايفين هون الصورة من بعد الفص الصدغي عن أنه يغطي الفص الجبهة في حين أنه إذا كاننا نحن بالعكس رح ندخل على منطقة ونفتح فيها سيلفيوس أو ندخل على منطقة السباتة أو حتى نضطر نروح لوحشة السباتة والعصب الثالث فمندور الرأس باتجاه الأنسي أكتار وبالتالي بيمبعد العصب الفص الجبهة عن الفص الصدغي لحتى نقدر نكشف المنطقة فتدوير الرأس للأنسي أو للوحشة أو الدوران الموازي لليمين وليسار لرأس المريض بيعتمد الدرجة على اختياره على نوع القافي اللي نحن داخلين عليها طبعا نحن بنعرف عن مايفيلد شنون بنحط تحت الكتف المريض بنرفع شوي الكتف مشان ما يصير شد على الويداجة واحتقان ومنسبة للوضعية بنعرف أنه بنخلي المنطقة هاي اللي عندي الزيغوما أو الألر اللي هو الناتق الوجنة هو أعلى شي وبنعمل شوي بسط شوي للرأس لحتى نحن ما ندخل ويكون الجراح هو عمي يعني ينحني للأمام ليتطلع لإكشف القاعدي فميعمل فرط بسط شوي كمان مثل ما أنا شايفين هاي الصورة من كتابي أزرقين فتدوير لعكس الجهة مع فرط بسط ورفع الرأس قليلا مع رفع الكتف هلأ هون مثل ما حكينا الزاوي خدت لكون 30, 45 أو 60 بيعتمد على مكان الآفي والمنطقة اللي نحن رح نكشف فيها الحالي الورمي بالنسبة للشق الجلدي والشق الفروي يعني في نقطين هامين هني الأعصاب اللي بتجي اللي هي من فروع العصب الوجهة بتجي للمنطقة هون وهي أزيتها ممكن تأثر على رفع الحاجب نكما بتعرفوا ومعظم الحالات إذا ما انتبهنا على بيطلع المريض ما بيقدر يرفع الحاجب تبعه واحتمال كتير إنه ما يتراجع إذا فيه أزية لفروع العصبية والأزية التانية هي أزية الأوعية الشرايين اللي هي بتكون بالبري أوستيوم أو الطبقة اللي فوق العظم تماماً بتغزي العضلة الصدغية والمريض يصاب بعدها بضمور العضلة الصدغية وهذا الشيء كمان يعني ما يعتبر من اختلاطات العمل الجراحي اللي لازم متجنبه عموماً بالنسبة إنه البتريون والبورهول طبعاً مختلف عليه هل هو وين من بلش ما في مشكلة المهمة أنه بسموه هذا الكيهول الأساسي اللي بنعمله منطقة البتريون اللي هو عند التقاء الجناح الصغير مع الجدارة والجبهة والصدغة بالنسبة للموضوع يعني موضوع مهم هو وفيه تير دراسات مطبوعة عليه بتحكي على الفروع الأساسي اللي جاي من العصب الوجهي كيف نتجنبه هذا الرسم من الجسي عم يفرجينا رسم توضيحي إنه العصب وين ماشي والهامش الأمان اللي حني لازم نبعد عنه نقطة مهمة إنه العصب بيكون تحت الصفاق فوق العضلي بمنطقة العضلية حتى وصول للخط الصدغي العلوي بعد الخط الصدغي العلوي بيصير هو ضمن اللفافي أو الصفاق فقط فنحني بدنا نسلخ بحيث نحني نحمي هالمنطقة هاي ويكون عنا الشق بعيد عنا بحيث إنه يعني نسلخها للوحش مع الفلاب وبالتالي نحافظ على الفروع هاي مثل ما إنا شايفين هون بيكون في عضلي بيكون هو تحت بين العضلي والصفاق فوق ما إنا في عضلي بصير بس عند الصفاق فحماية الفروع مثل ما إنا شايفين هون القسم الخلفي من الزيغوما ما فيه أعصاب ولذلك شق الفلاب دائما بالأمان تبعه إذا يكون بالأقل من واحد صند من أمام التريغوس فإذا كنا نحني يشق عنا أمام التريغوس بأقل من واحد صند وما ننزل تحت الزيغوما لأن هون بيطلع العصاب السابع ويجي بيطلع من النكفي ويجي بيعطي الفروع لهون من كون نوعا ما بعدنا عن احتمال أزيد العصاب الوجهي القسم الخلفي النصف الخلفي لزيغوما العظم ما فيه عصاب من القسم الأمامي النصف الأمامي هو اللي بيكون فيه الفروع العصبية مثل ما إنا شايفين هلا هو ما إنا هو عصاب واحد نقدر نجنبه وهو عدة فروع أو عدة شبكات ولكن نحن منحدد المنطقة اللي هي موجود فيها هاي الفروع متما أننا شايفين هاي تريغوس وهي الفروع هاي المنطقة هاي الزيغوما هاي العظم هون للنص الأمامة في الفروع العظمية العصبية تبع الفاشيال نيرب الورا ما في قسم الخلفة وبالتالي نحن ساعة لنعمل الشقة عنا هون وما منزل فيه كثير لتحت نهائيا منكون بعيدين على إنه نقزيه بالشق الجلدي بقى عنا تسليخ الفلاب الصفاق الصفاق منقص الصفاق بشكل يعني موازي ما في مانع للشق الجلدي منخلي قسم من اللفافي على العظم مشان إعادة الإغلاق بهمنا الناحية السفلية والأنسية إن واحد ونص صنط منسميه هذا المسلس الخطير منقص فيه اللفافي مع الجلد ومنسلخ فيه العضلي لحالة بالاتجاه التاني مثل ما إنا شايفين هون هذا هو اسمه المسلس الخطير هذا هو اللي بيطلع عنا نص الزيغوما العصب الوجهي هون بيعطي فروع أربعة خمسة ثلاثة في كتير دراسات تشريحية هذول كلياتهم هون بيكون هوني عنا فوق العضلي وهون بعدين بصير بس ضمن الصفاق ولذلك ساعة منقص الصفاق وبنقلب الصفاق هون مع الفلاب للأمام الفلاب الجلدي وبعدين منجرف العضلي من هون للخلف فبيكون يعني نوعا ما بعدنا عن احتمال أزيد الفروع الوجهي مثل ما إنا شايفين هذا الرسم التمثيلة المسلس الخطر هو هون فنحن بعد ما منقلب الفلاب تبع الجلد منقص الصفاق فقط لعند الخط الصدغي العلوي ومنقلب الصفاق مع الفلاب الجلدي العضلي بعدها منسلخ العضلي مع الصفاق الوراني الخلفية هون كل ياتوا ما في مانع ساعتها ويكون تسليخنا هو بري أستيوم هلأ منشوف ليش فهي عنا اللي هي بسموها الفاتباد الوسادة الشحمية اللي بتحمي الفروع الوجهي فإذا بعدنا نحن على صنطنص هون هالمسلس الخطر بالتسليخ منكون حمينا العصب فروع الفروع تبع العصب الوجهي بالنسبة للتسليخ تسليخ العضلي هون بالمسلخة بيكون أحسن ما نعملها بالكوتري ساعتنا بنعملها بالكوتري ومنحرقها هاي المنطقة هاي كلياتا الفروع العميقة اللي بتجي تحت الزيقو ما طال على من الصدغ العميق لحتى تروي العضلي الصدغي الحقيقة بتحترق كلها بالكوتري وبالتالي بصير في عنا ضمور ولو ما أزينا العضلي وقتها ولكن نئزة تروية تبعها ولذلك منصوح أنه نسلخ العضلي تسليخ بكوريت أو بيعني قاحة عظم ما في مانع وممكن نقاط نسفيه بسيطة نخسرها بالبيبولار أما أنه نمسك الكوتري ومنحرق أحرق مع القاعدة احتمال أنه نئزة الفروع ضمن العضلي وبالتالي متل ما أنا شايفين هون ينصاب المريض عندنا بضمور بالعضل وهذا الشيء مشوي قد يضطر أن يعمل عمل جراحي لحتى يجمله بعدين فهذا يعني من المدخل نحني فينا نحني نتجنبه الجلد والعضلات ونجي بعدين عندنا نحيط التعامل مع العضم متل ما قلنا هو عبارة عن هرام رأس الهرام في الداخل من أن نحني نعمل شيء اسمه تسطيح العظم هل الثنيات العظمية اللي بسقف الحجاج مع جناح الوتدي الصغير ممكن نبلش نحلي بالكوج هلأ نهايتها هاي هي بشقة سليفيوس اللي هي بسموها سليفيان بوينت النقطة سليفيوس هاي بتهمنا هلأ بس نفتح حج سحايا ونشوف وين هي بالضبط تسطيح الجمجمي هون بشكل إلودور كبير بخفف من التبعيد وممكن نحني نوصل لمنطقة قريبة من الناتق السريري لحتى نقدر نستأصله متما رح نشوفها لأبعدين فيعني تسطيح سقف الحجاج إلودور أحيانا بيكون عدة مليمترات أحيانا لنصهم أحيانا إذا فيه ورن مينجوم أو فيه ارتكاس بيكون أكتر من هيك فاستعمال الحفارة وتحت المجهر كمان بيكون أفضل لحتى نوصل للحدود العميقة لحتى ما عد نقدر نشتغل بالكوج بنقلب على الحفارة بنوصل بعدين عندنا شيء اسمه الناتق السريري الأمامي العلوي الناتق السريري الأمامي العلوي معروف أنه فيه عندنا طريقتين لاستقصاله فيه فرق بسيط بالتكنيك بيناتهم الناتق السريري مثل ما إنا شايفين بيفصل بين الأوبتيك كنال وبين سبيريار أربية الفيشر بيكون حدوده العصب البصري مع الشريان السباتي فنحني عم ندخل الحفارة بمسافي أقل من واحد سنط حوالي نص سنط لسبعة ميلي تقريبا أقل من سنط عم نحاول نحفر فيه الأوبتيك الكرينويد نشيله منبلش من عند الأوبتيك كنال نعملها أنروفينج منبلش بعدين منروح باتجاه الوحشة فيه له يعني خطوات حتى نوصل على الأوبتيك كالستراكت وبعدين عنا ببقى القسم الأخير منشيله مثل ما بصير مثل طريقة يعني تفريغ الصدفي يعني منفرغوا من جوه وبيطلع هو مثل السن اللي حضر معنا الشباب الزملاء اللي حضروا العملية شافوا كيف بيطلع مثل السن اللي فاضي من جوه بيطلع ولكن شو إلو إيجابيات هذا طبعا يعني هذا معتمد بكتير بالتداخل الجنيحي خاصة بالآفات فوق السرج الآفات عند الشريان السباتي عند الشريان العيني إذا فيهم دم إذا في عندي أي أزيع ما تسبب عندي مشكلة بالنظر كرينيوفرانجوما أدينوما أي مناورة على عصب البصري إذا كان العصب البصري بمانو محرر يعني نحن هاي العملية هي مثل تحرير العصب البصري إذا العصب البصري بمانو محرر فأي مناورة عليه ممكن تؤدي إلى تدهور الرؤية فمنصوح بأي ورم ضاغط على العصب البصري بطرف أو بطرفين إنو نحن قبل ما ننور عليه نعمل شيء نسموه انروفنج للأبتك نيرف ونشيل الكلينويد بروسس هاي متل ما أنا شايفين هون وأخودي من مجلي جورنال الفنيوريسيرجوري كيف نعمل منشيل المرحلي ايه من الأبتك كنال منعمل انروفنج بعدين آخر شيء منشيل الأبتك استراكت وبعدين نوصل للتيب تبع الكلينويد بروسسس متل ما أنا شايفين ساعة المنشيل الكليينويد بروسسس بصير في عنا المسافي بين الأبتك نيرف والشريان السوباتي اللي رح نوضحها أكتار هالمسافي هاي الحقيقة متل ما أنا شايفين هذا المسلس لهوي A B C بصير A فتحة B فتحة C فتحة فعند المسافي بتكون مثلا خمسة ميلي بتصير تقريبا واحد سنت وهي إلى دور كبير حتى نعرف إنو قديش من العصب البصري ساعة نحني منقدر بنا نناور عليه ويكون من الناحية الوحشية إنو يكون في معه مجال الحركي فكل الأورام اللي بتكون ضغطة على العصب البصري يعني مطلوب مننا أنو نعمل شيء اسمه الانتيريار كليينويدكتومي استقصال الناتق السريري الأمامي العلوي متل ما أنا شايفين خطوات الجراحية هون هذا الاكستراديورال هو طبعا معظم الحالات اللي وصفه هو طبعا فينكو دولانك وصفوه يعني من زمان من حوالي أكتر من عشرين سنين بكتبو حطا إجراء الاستقصال خارج السحاية في حالات منصوح إنو ندخل بعدين نفتح السحاية متل ما أنا شايفين هون عم ما شيل السقف الحجاج بعدين نوصل على المنينجيو أوربيدال باند نعمل لها تخسير ومنقصة مشان نقدر نناور على السحاية وبنكشف عندنا الناتق السريري بنحاول بعد ما نرقق سقف الحجاج إنو نحفر قلب متل ما ما نقول قلب السن أو قلب الناتق لحتى بعدين نتطمن ونحرك حوالي الديسكتر عنا خطورتين خطورة إنو احتمال إنو يكون في عندو عامل حلقة عظمية حوالي السباتة كاملة وبالتالي معده يعني معد هو يعني مثل ما بقوله جسر وإنما هو بيكون في جسر عظمي بيحاوله لقناة عظمية وبالتالي إذا شدين عليه ممكن نقز السباتة وهذا بدراسة الطبق المحوري لازم يكون واضح علينا والخطورة الثانية إنو يكون الناتق السريري نفسه هذا داخل لقلبه هوى مهوى يعني مثل الجيب اللي جيب الأثمويد يعني مثل خلايا الغربالية وهذا إذا فتحناه ممكن نعمل نسي اس اف بعد العمل الجراحي فندير بعدنا إذا شلنا أنو ندك العضلي ويعني ننتبه له هالأمر الفتح داخل الجراحة أو إنترا ديور على العفوان مثل ما أنا شايفين هذا التب تبع وعم إن شاء ولكن نحن هون شايفين كل شيء فيه له ميزات أكتر ولكن مشكلتها أنه كل البرادة العظمية عم تصير إنترا ديورال وبالتالي هي راح تعيق يعني الساحة الجراحية راح تكون يعني مشكلة مزعجة ولكن من ناحية النظر والسيطرة على القسم الداخل السحية من العصب البصلي والسباتي بتكون الرؤية أوضح طبعا لأن نحن شايفينهم أما ساعة اللي عم نكون عم نشتغل إكسرا ديورال فنحن عم نشتغل بمنطقة أصغر شوي وأدياء ولكن بتم الإكسرا ديورال هو مطلوب والتدريب عليه دائما هو يعني للأطباء يعني هو الشائع أكتر وأسهل قوي داخل السحية طبعا فالإكسرا ديورال هو دائما هو اللي لازم يعني نتدرب عليه مثل ما أنا شايفين الشريان الصباتي هاي الأمامي بعدين طبعا هون بيعطي الشريان العيني فما منقدر ندخل كتير بالقناة معروف أنه حوالي 7 ميلي 8 ميلي أكتر من هيك ما فيه مشان ما يكون فيه أزير الشريان العيني أو إذا داخلين على أم دم للشريان العيني منتوقع هون ولكن نفتح بنشيله ساعتها إنترا ديورال وليس خارج السحية هلأ هذا مثل ما أنا شايفين هنا الناتق بالمنظر الكليلة هذا الناتق كيف نشتغل عليه بالمراحل الجراحية وأكل مننجي أربية الباند اللي منصها بالعمل الجراحي اللي نقدر ناور على الفص الصدغة هاي المراحل 1-2-3 فتح الجافي لحتى نقدر يعني نتحكم بالحفارة مثل ما بقول الحفارة هون العمل دقيق جدا إذا فاتح أنت على اليمين فعندك على الأنس العصب البصري وعالوحشة السريان السباتي أي اهتزاز أي عدم سيطرة على الحفارة إذا الإيد ما نسابتي ممكن أنت يعني أما تأذي العصب البصري أو عنها تحدث ثقب بالشريان السباتي وهذا شيء يعني مذكور واختلاط خطير مثل ما أنا شايفين من ناعم هون الابتكال استراكت هاي الاستراكت حتى يبقى التب تبعه لحاله بنحفره بالحفارة من قلبه لحتى نقدر ننور عليه ونقلعه ونتحرك بي نحركه بالديسكتور لحتى نطمن أنه هو حر ونقدر نشيله ما نشد عليه نهائيا إذا كان عامل باند الباند تبعه كان عظمي أو لي فيه ممكن يقزي الشريان السباتي هاي كمان منظر عظمي للمسافي اللي بنكسبها مقارنة بين إكسرا ديورال كلاينوديكتومي والإنترا ديورال الحقيقة يعني متما قلنا إنترا ديورال بشوف الواحد أكثر ولكن كل شيء بوم دست يعني الغبار العظمي رح يكون جوا ورح يكون مزعج ما فيك تحط قطن كتير وخيطان إن ممكن يعلق بالحفارة ويصير فيه يعني اختلاط كبير عموما بدي ينتبه الواحد للمسافات يدرس الطبقة قبل يدرس الرنين وبتم يعني الإكسرا ديورال هوي نوعا ما كخطوة يعني أساسية ومريحة وعملناها نحن بعدة حالات الشباب اللي شاركوا ممكن يتذكروا هالشيء أظن هاي أحد صورنا اللي باب الهواء كيف بعد ما رأنا سأف الحجاج ووصلنا بالحفارة شلنا فتحنا القناة تبع العصب البصري وبعدين ناورنا لحتى فضينا وشال متل مثل السن تماما عمنا ناور بدي سكتور تماما وو السكشين ما أكتر وعمنا نشيلو هاي صورة بتفرجين الطبق المحوري كيف عنا بعض الحالات بيكون فيها الهواء فايت لا يعني تقريبا لرأس الناتق وممكن يأسر يعمل سي اس اف ليك بعد العمل الجراحي هاي الصورة كمان لعنا من المشفى باب الهواء بعد ما شلنا هاي المسافي اللي بتتكشف لنا بعد ما شيل الناتق السريري الأمامي العلوي بيتكشف علينا جزء من السباتة وجزء من عصب البصري فنحن هوني عنا نقدر يعني ما عم نشتغل على قمدم لنقول في عنا صار بروكسيمال كنترول ودستل كنترول ولا في عنا متل عقول لجراحة أوعيلة حتى نقول نقص الرينكس تبع الكاروتيد لا نحن عم نقول نحن عم نعمل بوندي كومبرشن مشان نقدر نحن نناور على الأعصاب بدون ما يكصير في أزيين هذا هون موقع تمثيلي كيف المراحل من واحد لأربعة كيف يبلش مقطع معطرد ومقطع سجيتال كيف من رأي العظم وبعدين من الصير المسافي بين الأوبتيك وبين الكاروتيد هذا طبعا العصاب الثالث صار تفري وبالتالي أنا صار عندي تروية الورام أو علاقة الورام التصاق الورام مع السباتة بقدرنا ورعليها بعد ما منخلص من موضوع الحف العظمي أو المرحلة العظمية ومرحلة السطحية مننتقل للمرحلة اللي جوها اللي هي انترا ديورال حقيقة انترا ديورال متل ما قلنا السيلفيان بوينت هي اللي بتقابل البتريونال كيهول بدنا بعد ما نفتح نحن السحايا منبلش نحن بفتح الصهاريج فتح الصهاريج بشكل أساسي بتشوفوا قديش إلو أهمية بيريح الزماغ بيعمل ريلاكسيشن للدماغ بيخفف جدا من التوتر داخل القحف وبيكون الدماغ متوزم موصلة ديورة بيرجع بيرتاح وبتقدر انت بتناور بقريحية بتكشف الحسب انت شو وين المنطقة اللي عم تناور عليا هاي الصور من كتب يزرقيل الابتك نير في الطرفين مع الكاروتيد الايكم هوني عم يروع الوحشي أكتر ليشوف الفروعة تبع الانتيرنا الكاروتيد اللي هني بوستيريال كوميونيكايتين والانتيريال كورويدال آرثري والثيرد نيرف متل ما أنا شايفين هون الحقيقة اللي صار يعني من عقدين من الزمن تقريبا نبلش الحكي على انه المبعدات الدماغية قديش عم متأسر ليش نحني عم نحكي انه ليش الجراح مثل الدكتور سامن مفتى وغيره بيعدو ساعات طويلة هوني عم يحفو العظم ما قبيل انه الورم مبين يعني ويعني بقدر الواحد يبلش يسلخ فيه الحقيقة متما بيقول هو رمووف ذا بون ان ليف ذا برين الون صار ينحكي على ازيات الدماغ نتيجة المبعدات ومتل ما معروف يعني للمعظم انه البروفيسور يازرقيل يعني قال انا يعني ماني مرتاح وماني مبسوط للنتائج اللي استخدموا فيها مبعد ليلى يازرقيل وانا ندمان لان صنعته لان صار فيه له اساءة استعمال اساءة الاستعمال بلش تتبين من نتيجة وضع المبعدات واحد على الفص الجبهة واحد على الفص الصدغة ونسبت المبعد ونشتغل نشتغل على الورم ممكن نعود على الورم نص ساعة ممكن ثلاث ساعات ممكن خمس ساعات ممكن نريح كل نص ساعة المبعدات شوي ينشيلها ونرجعها فعنا روبرت سبيتسلر يعني من معروف هو من اشهر الجراحين في العالم وبي اميركا باريزونا بفيرينك فينيكس باريزونا عدد يعني بالالاف مشتغل بالفاسكولار يعني فعمل دراسي انو انا بدي اشتغل يعني حالات بدون اي مبعدات لان نتائج المبعدات الحقيقة نتائج احيانا كارسي فصار يشتغل بدون مبعدات وعمل سلسلي حوالي ستة شهر اشتغل فيهم حوالي ميتين وسبعين او تلاتمائة عملية ميتين وثلاثة وثلاثة تلاتمائة عملية ما اضطر يستعمل الا بحالة وحدة يعني المبعدات وكان عم يعمل مفاغرة لشريانية داخل الزماغ فهذاك ساعة تحت يعني اضطر يستعملها 95% ما استعمل مبعدات نهائيا فسماها the quiet revolution retracless surgery for complex vascular and skull based lesions فنحن بنرجع لنشوف انو يا ترى المبعدات تم اختراعه قديما تم تطويره والبحث عن اشكال كيف اننا نحاول ما نقزل الدماغ ونوصل للعمق منشوف الورب منحط المبعدات على الجبهة وعالصدغة ببلشت تسليخ الورب ما منحس انو شو عم يصير هون تحت المبعد باليمين وباليسار بالفصل الصدغة بالفصل الجبهة اطورت المبعدات كلية عم تحاول تلاقي يعني اقل الازيجيات حتى نحن بزمانه جربنا انا دكتور عبود انو فتح شق سيلفيوس بدال ما نناور عليه جراحيا ونكون رض انو ندخل عليه قسطرة وننفق فيها مثل الفولي ونوسعه توسيع من الداخل للخارج يعني اوي وهي واحدة هاي مقال مطبوع تقريبا بنفس الالية على انو ترفع الفصل الصدغة مشان يدخلوا صبتهم بغان دكتور جران لدي ضعيف ولا عندي ضعيف ما رأي شو الشباب لا المعلم الصوت منيح والصورة منيحة يعني ما في مشكلة ايضا والصوت كوي صوت منيح والصورة يعني ما في مشكلة تمام تمام في صوت رأي تطوير كوان فصار في تطوير للمباعدات لمحاولة تخفيف الازيات من استعمال المباعدات متما انا شايفين هاي الكتب من ايام كوشينج يعني المباعدات هي مطورة متل مباعدات الملعقية اللي كانوا يستعملوها بالبطل لتبعيد الحفرة الخلفية والصدغية ولكن دائما موجودة فصار في دراسات كتير موجودة على انه في عنا عم يصير تحت المباعدات نوع من الازيات الوعائية او ازيات نقص التروي ونتيجة الضغط الموضعي الإلاستيك برين يعني البناء المطاطة تبع الدماغ بيخلي المروق الضغط ينتقل ساعت نضغط على القشر نحني بينتقل الضغط حتى لا تحتوه بيأثر على اللي بيسموه على التدفق الدموي المنطقي المناطقي المنقول ففي عدة مقالات يعني عم تحكي عن تأثير السلبة للمباعدات على اللي أنا اخترت وحدي لحتى نشوف يعني بشكل سريع شو هني اختاروا دراسي على ثلاث مباعدات فلات وفلات ولكن اطرافها شوية كيرفد مشان ما تيجي تندخل بالقشر وما تأزي وبعدين كيرفد كلياتها ثلاثي وعملوا دراسة عليهم لقوا انه شو النتائج اللي بتأثر اذا دققنا هون بالصورة منلاقي انه بساعة اللي بيستعملوا الضغط ثلاثين ملي متر ملي متر زقبقي لمدة ربع ساعة خمسة وسبعين بالمية بصير عندهم ازيات بالمباعدات سي وثمانين بالمية او خمسة وثمانين او اقل طبعا هون بالباء واقل بالإي ولكن اكتر شي بالسي كان في نسبي عفوا بنخفض هل رح نشوف الجدول بنخفض الجريان بالسي للخمسة وسبعين بالمية وبنخفض بالبي والاي ولكن اقل فالكيرفد هاي المباعدات الكيرفد كان الى تأثير واضح على الجريان في مقال تاني عم يحكي على او تجريبيا على المختبرات على الجرزان بيستعملوا المباعد او مباعد سي هذا مباعد كيرفد وهذا مباعد عادي وبيدرسوا قديش تأثيروا على الجريان بها المنطقة وبها المنطقة كمان نفس الشي بيطبقوا ضغط 20 وضغط 30 وضغط 40 وبتختلف المدة هون عنا هذا دماغ الجرز بعد ما استعملوا المباعدات ودرسوا عليه البلد فلو هون ضغط 30 لمدة 30 دقيقة نص ساعة طبعا احنا اي وراء بنقعد عليه احيانا نقعد ساعة وساعتين عم نشتغل والجراح ما بيحس على حاله بالوقت انه لايفطن كل عشر دقائق يريح الدماغ حتى لو ريحه بتتم يعني الازيات ولكن هي اقل نوعنا فلقوا انه هاي الازيات صارت هاي الازيات ومدرسة طبعا بتصوير بعد الاجراء هدا ودرسوا الفلو تبعوا شو قديش صار في عنا ازيي نتيجة مباعدات كل ما طالت لمدة طبعا ولو كان الضغط اقل بصير فيه تأثير سلبي اكتر هلا احنا هاي الصور اخدناها من حالات عاملينة نحنا عنا بالمشفى كيف يتوصل للشرياء للعصب الثالث والشرياء السباتي والعصب البصري ومتما انا شايفين انا حطيت الصور لنشوف الدماغ هوني قديش ما هوي لونه طبيعي الدماغ طبيعي القشر طبيعي ما في عنا تكدب ما في مباعدات يعني احنا عم نشتغل بدون مباعدات ويعني شاف الشباب انو حين ما استعملنا مباعدات الدماغية تبع ليلة يزرقيل السابتي نهائيا كنا نستعمل حيانا مباعدات بسيطة يعني متل ما بقوله مسك للقشر او الفص او كذا دوبما يعني نضطرنا من مرحلة او شيء ولكن عموما ما بنستعملها بايبولار وسكشين كافين انو توصلك لا اعمق نقطة وتقدر تناور بعد ما تفتح الصهاريج القاعدية فانا حطيت الصور هاي لنشوف لوين منوصل نحني مع دماغ نوعا ما مانو مرضود وبدون مباعدات اللي هي اللي هلأ صار يعني الاتجاه العليا انو كيف انا اعمل جراحة قاعدة بدون ما استعمل مباعدات عندي هاد الورم وهاد العصب البصري كمان متل ما عنا شايفين نسيج الدماغي بعد ما شنا الورم السحائي هون الدماغ تقريبا يعني منظره متلاب قوله هلسي ما في شيء مشكل فيه كمان نفس الشيء استكشاف العصاب البصري وعصاب الثالث عنا ورم قحفة بلعومة بعد ما شلنا ومسلخين هاي الشريان المخة الامامة والاوان وهي العصب البصري انتر اوبتيكس والاوبتيكو كاروتيد هون عم نفتح وعم يطلع السائل اول هاي العصاب البصري هاي اول ما نفتح بالشفرة هاي النعمي متل ما انا شايفين كل الصور الحقيقة اللي عرضناها حتى باليعني السن الماضي كل ياتا ما فيها المباعدات ما انو والله وقت الصور منشيل المباعدات لا تماما يعني كل الشغل عنا بدون مباعدات تقريبا تسعين بالمية وبنفتح السيفيان فشر بنعرف انو فيه له مشاق يعني اشكال عديدي بدا تأخذ بعين الاعتبار ونكون دارسين الاوليدي بشكل جيد ونعرف وين بدون نفتح الممبرين وكيف ننعزل الاوليدي هاي عنا اوليدي في السيفيان فشر فاتحينه بشكل يعني من قول مانو كامل بارشيالي ولكن هاي السباتة هاي الامسي اي وهاي تفرعات الامسي اي وهاي برفوريترز اللي رايحة على البريد تشو هاي عنا هوني اظن هوني كمان كرينيوفرانجيوما الحقيقة معظم الآفات السوبرسيلر وكذا كل ياتا بتحتاج التداخل البتريونال وهالعمل تقريبا البوني وورك بسموه العمل العظمي يعني بكل الحالات من نشتغل عليه الحقيقة الورم الكبير اللي بيكون تيبركوم سلة منانجيوما أو حتى يعني عالجناح الوتدي يعني بيكون ما بنا نقول انه سهل ولكن نوعا ما بصير بعد ما تشيل تسطيح العظم وكذا بصير اقرب يعني للورم السطحي بيشيلو عنا هوني بتيطريقة دينوما هاي الكابسول تبعوها هاي العصب البصري عما نسلخو البايبولار والسكشين بس بايبولار وسكشين هاي الكابسول وهاي الرايد اوبتيك المسلس انترا اوبتيك بس عنا منحط هون القطن على سطح الدماغ بشان ما يتأزى احيانا منحط كف او اصبع من الكف هاي الشريان القاعدة والعصب الثالث وهاي هون كمان الشريان القاعدة وهاي الليكوست ممبرين كاشفينه كمان بدون اي مباعدات يعني هاي نحني فينا نقول هاي اعمق نقطة فينا ندخلها ليا بالبتريونال ابروتش طبعا ساعة اللي بيكون فيه مناورات على البازيلار وفيه عنا امدم مثلا حد بيشتغل امدم على البازيلار بيضطر يعمل شيء اسبوع حتى يعمل دريلينج للبستيريار الكرينويد بروسيس نحني ما لنا بهالوارد هذا ولكن نحني بعد استقصال الورام لليكوست ممبرين بازيلار ما في غير عنا المباعدات البيبولار والسكشين وهاي حالي تاني البازيلار ارتري مع العصب كمان واضح فيها هاي حالي اللي عملناها الكرينيو فرانجوما وكان واصل للبطينات انا ما بدي اعرض الحالات كلها عما اخد بس يعني فوائد الابروتش قديش بوصلنا ولوين بوصلنا وبدون المباعدات اذا التزلنا بالخطوات من الجلد للبوني وورك للأركنويد سستيرنز ونفتحها ونشتغل عليا هاي اللامنة ترميناليز فتحناها بكتير حالات وهاي هون بعد ما فتحناها ولاقينا الورم بقلبها وشلناه وهذا كان كرينيو فرانجوما والمريض كان عنده ازيه عصب بصري وتحسن بشكل مقبول تيبركم سلة من انجوما عنا عم نسلخها رايت اوبتيك رايت انترنال كاروتيد وهاي الورم هون بعدين عم نسلخ الكابسول عن الشريان المخي الامامي مع البرفوريترز السكشن بييد والفورسبس بييد بدون حتى كمان مبعدات منلاحظ انه معظم الصور اذا رجعنا فيها او اذا بتذكروها ما منشوف نسيج الدماغ بشكلك بيه وهي الحقيقة اللي بسمون الفلسفة او الكونسبت تبع الجراحة القاعدة انه انتي ما تكشف اشتغل اندر ذبرين ما تكشف والله سبعة اتماني سنت من الدماغ ويتوزم الدماغ ويطلع لا خليه مغطى بالصحايا شئك بالقاعدة قريب للقاعدين يعني اعلم القاعدة شفيفش هتقدر تخيطه حفرت العظم فصار عندك هامش امان اكثر اتناور فانتي ما عما تشوف الدماغ بتعمل عملية ويقولك الدماغ يعني انا يا دوب كاشف جزء منه بسيط فانا هوني عما نسلخ المحفظة طبع الورام عن الشريان المخ الامامي تسليخ عن المخ الامامي كابسول عن المخ الخلفة كمان الخلاصة مشان ما نطول عليكم نخلي في مجال اذا فيلي نقاش او اسئلي التداخل الجنيحي وبتريون الابروتش هو الحقيقة يعني بدنا نقول كونسبت هو عدة قبور ما هو يعني مدخل بجهة معين مدخل وفيه هو خطوات اذا طبقناها نحني فبنكون نحني عما ندخل على دماغه والشباب يعني الزام لاحظين انه ما مستعمل منيتول ما يعني ما مستعمل مثلا مثلا بقوله مثلا نقل دم كتير الى الضرورة وهذا شيء حالات جدا قليلي اذا انتي مشيت بهالخطوات بالترتيب بتكون انتي فايت على دماغ مرتاح كل سرعة سي اس اف تفضيعهم من السستيرز انتي كأنك عطيت وحدة منيتول ومنعدة اي سايد افكت يعني هذا شيء طبيعي فالبتريون الابروتش حقيقة هو يعني فعلا هو كي هو الابروتش هو لازم الأطباء يتعلموه كمقيمين عم نحكي بدو يحفظوا هذا يعني من مثل اسمه من A to Z يعني ويطبق الخطوات لان اكتر حالات رح يشتغلها هو اي ورم فوق السرج ورم نخامة ورم قحفة بلعومة ورم حديبة سرجية ورم على العصاب البصري هذه المنطقة هي يعني هذا الماستر الابروتش يعني هذا اذا انتي يعني اتقنته فتكون انتي بتقدر تناور بالمنطقة وصير عندك خبرة على انه يعني ما نح نعقد الامور ونحن نعرض لكم مثلا المسلسات الوطنعش الموجودين بهالمنطقة وبالكنسون تيانجل ودلونكس تيانجل ممكن بمحاضرات تانية قادمة ولكن بيكشف لك المنطقة تشريحيا بشكل كبير بحيث معظم الحالات تقدر تدخل عليها بهالابروتش فمن ميزات المدخل هذا انه هو عبارة عن يعني مدخل بريح الدماغ بتفوت على الدماغ طريق فما هو بس هو تداخل عظمي لا هو مثل ما قلنا هو عمي بآلية لتريح الدماغ بتتباعد فيه بتتجنب فيه استعمال مباعدات والازية تباعة والنقص الترويل عما تصير وفيه كتير موجود يعني معنا صور على برنين المغناطيسي بعد العمل الجراحي بتلاقي الفص الصدغي كله متكدم أو الجبهة كله متكدم شو السبب والله شال الوران ممتاز بس المريض عنده اعراض فص صدغي أو فص جبهة المباعدات طبعا ساعة وهي ضغطة على الفص الصدغي أو الجبهة وعملت اسكيميك انجريز استقصال العظم بشكل كافي كتير اساسي بالبتريون الأبروتش ولذلك ساعة اللي منروح وقت ونحن عم نعمل بون دريلينج وعم نعمل حفل العظم وشوي شوي وكذا هذا كل يعته تمهيد لحتى انه انت تفوت على أبروتش تشوف فيه تشريح وتقدر تناور بدون ما يعني تأزي واستقصال سقف الحجاج عفوا حف سقف الحجاج والسفينويد وينج الجناح الصغير حفوا بالحفارة زاك قديش مشوف الحفارة هي اساسية ما هي بسم شان البرهول هي باجراحة القاعدة هي متل الألام اللي انتي بترسم فيه رسم يعني اللوحة أو شي واجراء الانتيريار اكسترا ديورال كلاينو ديكتومي استقصال الناتق السريع كمان منقول يعني دائما مهم جدا إجراؤه فتح الصهاريج القاعدة حسب المناورات اللي نحن عم نناور عليا كان هي انتر اوبتيك او اوبتيكو كاروتيد يعني اللي هو او لا ترى الا الكاروت فتح شق سيلفيوس كمان ممكن منقول ما بكل الحالات تحتاجه ولكن ساعة تكون محتاجه نحني بهمنا بشكل كبير بحولنا الورم العميق لا متل بقول الاورم سطحي بعد ما بنفتح شق سيلفيوس بريح الزماغ بشكل كبير وحتى بيعني بجنبنا انه نعمل اي اجراء تبعيده او ازيه لالنسيج وبعدها طبعا مناورات المجهرية اللي نحني يعني كلياتنا بنعرفها وتسليخ الورم عن المجاورات ولكن اذا ما كان عندي كشف كامل الحقيقة انا ما فيني انا امسك طرف الكابسول وسلخه وهي لازقه بهوبنار او ببرفريترز او بالايكم او باليعني يطلع المريض بانفاركشين فبدي يكون انتي مرتاح لحتى تكشف هالعناصر هاي الحساسي وتقدر تتجنبها والله يعطيكم العافية شكرا للاصغاء لازقك العافية حكيم زكك خير يا رب قال اول شي في عنا اكسة ديورال وانت تقول لي افضل الجراح انترا بس افضل المريض اكسرا انجا مختصة للمقيمين استفل منها الاكسرا افضل للمريض الاكسرا افضل للمريض افضل افضل عزمي والانترا افضل الجراح وصحة أوصحة. ثالث شغلة فيها شغلة عجبتني كويت ريفولوشن شانطبقه في الثورة السورية. الثورة السورية عنا ما يكويت ريفولوشن كانت بداية كويت منتهت نطر كويت. حالياً منزمنا كويت ريفولوشن على هذه الناعين. ثالث شغلة. الجراحة نسوي ورم دماغي. أي ورم دماغي. كامل تروينار أي ورم دروينار. لازم ناخد ريس استراحة. شانطريح دماغ من التبعيد. نص ساعة أو ربع ساعة من التبعيد. إن طبقنا من التسعين هذا بدكتور عيسر عيسر. رابع شغلة. طبعاً إذا كنا بالقمر ما في جاذبية كيف نشتغل بدون مباعدات دكتور جلالة. رابع شغلة مو مربع خامس شغلة. طبعاً تروينار الأمروز هو ماجيك أو في نورو سيجري أو في القرن الوحدة والشري. موضوع الاكسرا ديورال كلاين ديو ديكتومي وإنترا ديورال كلاين ديو ديكتومي ما عمر معي إنه في شيء الأفضل للجراح والأفضل للجراح. لأ. إن اتنين بصيروا. ولكن الموضوع إنه هو هذا سلبياته وشو إيجابياته. عموماً كل الأطباء بيتدربوا على شيء اسمه اكسرا ديورال كلاين ديو ديكتومي. يعني أنت لازم تتدرب بالسنوات الأخيرة بالإقامة على إنه تشيل الناتق السريري. ومعظم تسعين بالحالات هو أنت بدك تعمله اكسرا ديورال. إنترا ديورال هو بس بالحالات. يعني مثلاً إذا عندي أنا بدي أكشف على منطقة الكاروتيد على الأبتالميك أنيورزم بالذات بدك تفتع إنترا ديورال. إن إكسرا ديورال ممكن أنت عم تحف العظم يكون الأنيورزم عملي إمبرشن ضمن العظم تلاقي حالك بأم الدم. هذه من الحالات اللي نذكر. الشغلة الثانية إنه أحيانا إذا كان شاكك بفيه إنه إذا في عندك باند أو شيء محيط للثباتة بتوصل ونحن عملناها بأحد الحالات. أنا وصلت لمرحلي حفيت العظم وصار تقريباً حر ولكن ما أنا مرتاح منه على الأخير فما شلته فتحت بالسحاية لجوة وكفيت. من جوة أنت بتقدر تشتغيل وتشوف الثباتة بشكل أوضاح وتشوف العصب البصري بشكل أوضاح ولكن ما فيك تحط الحفارة وتتحرك بيناتهم بنوعاً ما إكسرا ديولاً تكون حامي أكتر الحفارة إذا تحركت شوي على سطح السحاية ما مثل إذا تحركت على سطح الدماغ فأكد عن النقطة إنه ما هو الأفضل للمريض يعني والجراح لا وإنما هو من ناحية المارسي يعني. طبعاً ما فهمت سؤالك تبع الأمار. طبعاً مختصرة هي موقع ديولاً عامي إذا ما عام المقيم نقول المدخل الزناحي العربي هو مفتاح الجهر العصبي الحديثي. نعم. في عنا إسرا وعنا إنرا داخل سحاية وداخل سحاية. داخل سحاية خطورته يمكن يساوي فتات عصبي. يعني هاي دي مشان يقضي فهما وستعوبة في ساعة. طبعاً. طبعاً. مشان المباعدات هي ما هو موضوع يعني في الأمار. المهم أخي الموضوع قديما كانوا يريحوا للدماغ بين كل فترة وفترة. وكان مقيم على الجبهة ومقيم على الصدغة. واحد يمسك مباعد على هذا وواحد يمسك مباعد على هذا. ونشيل الورم يعني وحتى لا في نزف ولا في شيء. ويطلع عن مريض يعني. نحن ما كنا نشتغل بشكل ترتيب مجهري يعني تكنيك مجهري صحيح يعني. وإنما تعتمد أنت على التسلسل هذا بالخطوات التي أنت عمش تغل عليها. بتفوت وتلاقي فعلاً المريض. التماغ مرتاح والتشريحياً الأمور واضحة. فالفلسفة التي حكاها روبرت سبتسلر وغيره حكوة كثير. ولكن أنا لا أريد أن أعلم. هي عبارة عن شغل بدون أي مباعدات. وإذا لاحظت أي وركشوب تحضر وإن أنت حالياً لا تجد أي مباعدات. حتى سوف تفوت انتر همسفريك بحط قطني بشكل بول بشكل كرتين. وعملنا مدخل مرة واحدة عملنا انتر همسفريك. كان المدخل عنا رائع جداً. عملنا البونفلاب تجاوز الخط المتوسط وفتحنا السحاية وبعدنا جيب السهمي. ما حطينا مباعدات. حطينا كرتين من القطن انتر همسفريك بين الفالكس وبين الهاي لحتى كشفنا البريكالوزل وفتنا على البطئين. فبس إن الواحد يعني مثل أقوله اعتمد وبلش يطبق الخطوات المجهرية خطوي خطوي. وما أهمل شي منه رح يلاقي حاله انه فعلاً هو مانو بحاجة يحط مباعد ممكن يعني يقزي النسيج الدماغي. هلأ في أحد سلبيات المباعدات إذا المريض مانو محضر بشكل جيد بالكورتيزون انت دخلت عليه إسعافة. بتلاقي النسيج الدماغي فرجل يعني هش كتير متل اللبن الفارض بتلاقي المباعد فات بالدماغ. يعني ما طبقت عليه قوي. جرد تحط عليه شوي المباعد وبدك شي انه تعمله وبس تمسكه بتلاقي المباعد دخل ضمن النسيج. لأن النسيج الإلستيسيتي تبعه ما يعني المريض ستتحبر بعدة أيام كورتيزونات وكذا بصير في عنده يعني بسموها يعني مروني أكتر لحتى تقدر تناور عليه. هاي أحد يعني الملاحظات كمان إذا في أسل. معلمنا سؤال. التذكرة قديمة سابقا نستطيع أورام بماغية كبيرة ورصية كنا نستعمل السيروم الدافئ ليش ليش نفتغط حاليا. سيروم الدافئ لشو. لكيش أورام بماغي قطن حتى السيروم دافئ سيفونا السيروم حاليا نفتغط هذا الموضوع ليش نفتغيها. أول شي هي ما نهيه سلبيه إنه تستعمل يعني سيروم دافئ أو حتى سيروم بارد ما نهيه سلبيه سلبيه إذا تحطه على الأوعية مباشرة ممكن تعمل عليه تشنج. أما نحن عم نحط سيروم بجوه لحرارة الجسم يعني سيروم بحرارة الغرفي ما عم نحط بارد فما إهوي سلبيه. بس لعلمك إنه أحيانا بجراحة الصراع إذا كنت عم تشتغل على منطقة حساسية. شو بتعمل؟ بارد. شو بارد؟ شو هي البارد؟ لا ما سيروم بارد. بتحط موز على الدماغ شو رأيك؟ بارد يعني بل حرارة الدين يعني واحد دين. هاي قال لي يا أحد جراحيل الإبليبتيك سيرجن هو يوسف كومير اللي بي كان بأم بي أندرسون. في حالات بيضطر بيحطوا عليها طبعا يعني آيس ولكن معتقا بيحطوا على النسيج الدماغي لحتى يوقف النواب الصراعي لحتى يوقف مشاط الخلايا فما هو يعني. كمان عم نزودوها الصحي ما هي؟ عميتها الصحية هي. طبعا. 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 شيت ولا تعمل من تحت مهما كنت داخل بالمنظار وبالتالي المريض اللي هو الجزء داخل العصب داخل القناة البصرية ومؤثر على النظار ما رح تقدر تشيله وبالتالي انت يعني ما كثير قدمت للمريض يعني لحد الآن مصر على وطبعا هذا يعني تضييب كبير الفقتي من الجوم ما بحكي على عصب بصري الفقتي من الجوم ما بحكي على عصب بصري بس ما في تسلات عصبية بس كتلي ماس يعني هيدا هادا بسيب التنظير يعني نكون ملكو على العصب مصير أنا برأيي ما بنا نشوف يوكو كاتو شو بنا تساوي باليابان عندك تيكسل وعندك فلوسين وعندك مية شغل يتسكر القاعدة تفتحها من تحت تفتح طاقة بالجبة وتشيل الورام إذا عندك تشتغيل أما إذا ما بنا نقول يوكو كاتو شو بنا تساوي نشوف نحن شو بنا نقدر نساوي يلا رغمنا ناشي حالي نحن عصبت بدك أنت مية شوفين كيف تساوي بدنا بنثور السوري استيساء هادية هذا الهلب طيب دكتور موفق دكتور كسان شو عندهم دكتور هوشان شباب أبو العباس إيماني والله أعطيك العافي الله عافيكم المحاضرة يعني الدكتور تفضل دكتور جلال دكتور موفق دكتور جلال ألا أعطيك العافي المحاضرة واضحة والله يزيك الخير يعني أحضرنا معك كذا عملي الأمور ما شاء الله ممتاز يعني الله يسلم الديار تفضل الدكتور موفق الله يسلم الله يسلم يا عبد نعم نفس الكلام بدي أحكيت يا دكتور محمد يعني وحضرنا نحن حضرانينا كلية أكتر من مرة كنا ما عملنا أنا ما أبدأ أنا ما أسألكم مشان يا أخي تطروع ليا وتشكروني لا ما فهمني إنه غلط أنا أصدق إذا في شيء بالعمليات منشوفه أنا ما غطيته أو العكس في شيء بالنظري نحن اليوم حكينا نحن مقصرين فيه بالعملي يعني أنا حبي توضح إنه نحن ساعة نتنوح وقت على البون دريلينج مشان تقدر تفوت لجوه وتشوف أنه تنهلو وحتى تقدر تقدر تسلخ يعني هلأ قديش صرنا عاملين عمليات ما بعرف قديش كجراحة مجهرية صاروا أورام بهال صار عدد يعني سبعين ثمانين ميه ما بعرف سبعين معنين اللي هنوي كام مرة نقلنا دم ولا مرة ما تذكر إنه نقلنا يمكن مرة وحدة أنا طلبت يوم صار النزف مرة وحدة قلت لهم جيبوا دم وبعدين ما نقلنا طلع ما فاسد والمريض ما عنده ولا نزل ضغطه يعني ولله الحمد ما عم نحكي يعني ما عم أقول إليه عم أقول هاي الطريقة اللي بتوصلك أول ما بيكون عندك ورم إذا ما مجهز له كيسين ثلاثة دم تاكل بهدلي وإذا ما مدفله كيسين ثلاثة منيتول تاكل بهدلي فنحن عم نقول إنه هاي الشغلي ما عم أقول أنا هاي يعني يعني سمرة هاي نتيجة طبيعية لشيء يعني أول أنا ما شفت يعني في شغلي تامي كام مريض نحني طالعنا ممكن يطلع الشعبي مباشرة وليس على العناي عدد كبير صار هن التخدير يطالعون ياناين بيطلع المريض من الورم اللي عاملوا انتي أربع ساعات خمس ساعات ومناور على الأعصاب وواصل للشريان القاعدة وكشف ثباتي وبصريين وبيطلع المريض واعي وعم يصحى عم يحكي معك كأنه عامل زايد يا أوفته ليش لأنك ما مأثر الدماغ كله ما شفته ولا أزيت عليه ولا رضيته طبعا فيه اختلاطات وفيه ثاني ثلاثة من هال سبعين ثمانين أكيد ولكن نحن عم نقول أنه هذا الإجراء هيك الترتيب الترتيب من الجلد للعظم للبون دريلين للأوبنين سيليان فيشر للأوبنين بيزل سيستيرنز بيخليك انتي تعطي نتائج مرضية إلى كل المريض تمام دكتور جلال هذا دكتورنا ولكن مثل ما تفضلت أنه المحاضرة التي تعطيتها اليوم تقريبا خلينا نقول مي بالمي كانت مطبقة بالعمليات بشكل حرفة عملة عملة تماما من الفلابة الجلدة لتوصل لحف سقف الحجاج للنتق السرير الأمامة وإكسترات ديورال وإنترا ديورال كانت كل المراحل الله يزيك الخير يعني كانت عملة مطبقينها تماما وكانت فعلا رؤية واضحة وكان الدماغ يعني أنا آخر عملية بالذكر من أسبوعين شفت حضرنا يعني الفص الصدغي والفص الجبه كانوا مو بعد لحالهم بعد لحالهم ومتخلين نقول مترهليل إلى الأسفل إن كان على المريخ أو على الأرض على السقل الجاذبي الأرضي كانوا لحالهم نازلين هاي آخر حالي عبدناها هي السماء السماء الدمنا هي الكافيرنا السينوس من إنجيوم سنعرضها الصور قبل وبعد يعني وصور داخل العمليات الله نزيق الخير دكتور جلال دكتور جلال شان عمليات رضوط دماغ والوزمات دماغية شان فتح الصحر كنت نتشجع عليها كتير من شون ثلاثة شهور بعدين وقفت ليش وقفنا لأن في عندك أول شي بدك يعني تكون أنت من ناوب وتتابع الحالي الحقيقة هو مركز رضوط عالميا لأن هلأ كتير عم ينحكى فيه وأنا مقتنع بالفكرة الحقيقة ولكن كنت لعمول لك بدك أنت تقدر تطبق يعني على معايير مريض سبعة أثماني غلاسكو يتدهور عنده وتقدر تفتح له الصهاريج يعني نتائج الحقيقة جيدة وصار عدة دول هلأ عم تعتمد عم تعمل عليها محاضرات وجلسات يعني والحقيقة كان أقول لك شغلي إذا أنت أتقنت الشيء اللي عملنا اليوم اللي حكينا فأنت قادر تفتح صهاريج لمريض الردود لأن مريض الردود رح يكون أصعب من المريض الورام مريض الورام مانو هو برين مثل ما بقوله أنجري برين أنت رح تفتح بالردود على شيء اسمه أنجري برين يعني أحيانا ممكن تقدر تشيل واحد صنطر من نسيج الدماغ لحتى تقدر توصل للصهاريج وشاف دكتور أيمن شلون تعذبنا يعني لحتى قدرنا وصلنا للصهاريج وفتحنا وارتاح الدماغ تماما ولكن المريض نحن ساعة اللي نزلنا كان توسع حدقتين يعني بصراحة ممكن ما نو مرشح لحتى ولكن نحن دوبما أخذنا القرار ونزلنا ونقلنا وفتحنا التخصص وجينا على المجهر وكذا جوز بالمجهر تكون شغالين عليه بالنهار شغلي ممتاز وشغلي تاني يعني هي بشأن تدريب على المدخل كمان هو هذا هذا الشاب الدكتور عيان الهندي يعني يدرب المقيمين عليها ويقول لك دائما أنت لازم تكون جاهز لحتى تعملها وهاي يعني مثلا يدرب عليها بالإسعاف قبل ما إذا عملتها وأتقنتها تصير الأورام عندك شغالة بسيطة يعني تصور إذا عنده مقيم عم يجي كل يوم مثلا بالإسبوع عم يشتغلوا ثلاثة أربعة من هذول كمقيم عم نحكي بعد سنة قديش بصير عنده بصير هذه المنطقة يعني الساحة ساحة بصير يعني بلعب فيها الخيال يعني الميت عمليه بالسنة يعني يعني يرقى مزهل كيف يعني يعني معدى الميت عمليه بالسنة حددنا يعني أقول لك أنت عم تحكي يعني نحني قديش في حالات نحني قلنانا نحي ما بيتقدم لك شي الحقيقة صار هلأ لا بيتقدم له شي تعطيه فرصة والحالات اللي عم تنطلع حاليا بعد ما بيعمل فتح الصهاريج ما بيحتاج أنه العظم يشيلها برجع العظم مرياحة هذا الشيء منصق ومنشور يعني منشور يعني ولكن بده وقت لحتى يثبت وبده نحني إمكانيات نقدر نحني نعتمده بسان ردود بسان تفريغ الصهاريج في دراسة على موضوع شو مع الزمن تأثيرات السلبية على المريض تفريغ الصهاريج لا يا حكيم ما لا تأثيرات سلبية لأن تعرف أنت السي اس اف بتبدل ثلاث مرات بخلال 24 ساعة فهي ما إلى أي تأثير نهائيا بالعكس هي علاج حكيم لا إذا المريض عنده نزف تحت عنكبوت حكيم فالحل أنه تفضيل الصهاريج السبب أنه الدم ضمن السي اس اف هو أحد أهم أسباب التشنج الوعائي اللي هو أهم اختلاط بعد إعادة النزج أما تفضيل الصهاريج لمريض ورم أو كذا ما في شي نهائيا بالعكس هو هذا المدخل يعني الشباب يشوفه قديش بيرتاح الدماغ وقديش أنت بعد ما بتفتح الصهاريج يعني بتصير عندك كأنك أطلس وعما تقلب بصفحاته يعني إذا ما فتحت الصهاريج نتايت وعميت في شكو يعني